موسيقى موسيقى وكان الفرنج قد ساروا عن دمياط في الفارس والراجل وقصدوا الملك الكامل ونزلوا مقابله بينهما خليج من النيل يسمى بحر أشموم وهم يرمون بالمنجنيق والجرخ إلى أسكر المسلمين وقد تيقنوا هم وكل الناس أنهم يملكون الديار المصرية وأما الأشراف فإنه سار حتى وصل مصر فلما سمع أخوه الكامل بقربه منهم توجه إليه فلقيه واستبشره وسار المسلمين باجتماعهما لعل الله يحدث بذلك نصرا وظفرا وأما الملك المعظم صاحب دمشق فإنه سار أيضا إلى ديار مصر وقصد دمياط ظنا منه أن أخويه وعسكريهما قد نازلوها وقيل بل أخبر في الطريق أن الفرنج قد توجهوا إلى دمياط فسابقهم إليها ليلقاهم من بين أيديهم وأخواه من خلفهم والله أعلم يقول ولما اجتمع الأشراف بالكامل استقر الأمر بينهما على التقدم إلى خليج من النيل يعرف ببحر المحلة فتقدموا إليه فقاتلوا الفرنج وازدادوا قربا وتقدمت شواني المسلمين من النيل هذه السفن القوارب الحربية الزوارق الحربية القطع الحربية البحرية وقاتلوا شواني الفرنج فأخذوا منها ثلاث قطع بمن فيها من الرجال وما فيها من الأموال والسلاح ففرح المسلمون بذلك واستبشروا وتفائلوا وقويت نفوسهم واستضالوا على عدوهم هذا يجري والرسل متردد بينهم في تقرير قاعدة الصلح وبذل المسلمون لهم التفت التفت جيدا خربوا البيت المقدس لاحظوا الآن ماذا يريدون ماذا يريدون أن يفعلوا يقول يقول هذا يجري والرسل متردد بينهم في تقرير قاعدة الصلح وبذل المسلمون لهم تسليم البيت المقدس وعسقلان وطبرية وصيدة وجبل واللاذقية وجميع ما فتحه صلاح الدين من الفرنج بالساحل وقد تقدم ذكره معد الكرك ليسلموا الدمياط أقول أعطوا دمياط بخيانة وغدر أعطوا دمياط وسلموها للفرنج بخيانة وغدر وهزيمة والآن وبكل سهولة وبدون أي حساب للناس وللتاريخ وللشرع وبدون أي حرم المقدسات وبكل صغار وذلة وهوان يتنازلون عن البيت المقدس فأين المقدسات وأين أولى القبلتين وثالث الحرمين وأين لا تشد الرحال إلا إلى بيت المقدس وأين الفاتح البطل الناصر محرر القدس صلاح الدين الذي نسيتم حتى قوميته الكردية الذي نسيتم قوميته الكردية وموطنه وموطنه في بلاد فارس في أذربيجان وصرتم تتغنون بانتصاراته وفتوحاته على أنه قائد عربي من العراق أين ذهب كل ذلك والآن يريد صلاطين الدولة الأيوبية المقدسة تستين بيت المقدس إلى الفرنج أين ذهب كل ذلك ومن هنا قلت لكم أنه لا حرم لهم للمقدسات أصلا بل هم أول من انتهك المقدسات بانتهاك حرمة المسلمين وقتلهم في صراعات مالية وسلطوية مع ثبوت أن حرمة المؤمن أقدس عند الله من البيت الحرام والمسجد النبوي فضلا عن المسجد الأقصى ولا يفوتنا ما ذكره ابن الأثير نفسه عن تحرير المسجد الأقصى لما أشار إلى إلى غرض من الأغراض لما أشار إلى غرض إسكاة الناس التي تذم صلاح الدين وصلاطينه وعساكره بأنهم يقاتلون المسلمين وتركوا مقاتلة الفرنج وتركوا البيت المقدس محتل بأيدي الفرنج وذكر أيضا أن تحرير البيت المقدس تحرير البيت المقدس فيه سمعة حسنة وذكر أنه توجد أمور أخرى دفعت لتحرير البيت المقدس يكمل يقول فلم يرضوا فلم يرضوا وطلبوا ثلاثمائة ألف دينار عوضا عن تخريب القدس ليعمروه بها لاحظ الفرنج لم يرضوا بذلك بإبدال دميات بكل تلك البلاد وإنما قالوا ما دنتم قد خربتم القز فأعطونا ثلاثمائة ألف دينار عوضا عن تخريب القز فلم يتم بينهم أمر لم يحصل اتفاق وقالوا لا بد من الكرك أقول لم يضل الفرنج بذلك فإلى أي مستوى من الذلة والهوان الذي وصل إليه المسلمون بسبب العادل وأبناء العادل فيتنازعون فيتنازعون فيتنازلون فيما بينهم ويتنازلون عن أقدس المقدسات فيتنازلون عن أقدس المقدسات والفرنج يرفضون بل ويطلبون المبالغ المالية الضخمة لبناء بيت المقدس الذي هدمه وهدمه وخربه ابن الملك العادل الملك السلطان الايوبي منتهكا اقدس المقدسات بفعل عبثي لا يقدم عليه اعداء اعداء الاسلام